عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا يعني الواحد في الجنة حيجامع زوجته زي ما كان بيجامعها في الدنيا ممكن بعض الناس اللي بتشوفني دلوقتي اللي هو با إيه زوجته منكد عليه ولا هو متدايق ولا أو هي زوجته منكد عليها إيه وانا هتجوز هو كمان في الجنة يعني هو في الدنيا وفي الآخرة ده كده مش عايز أنا الكلام ده طبعا لو أن المرأة دخلت الجنة وأن زوجها دخلت الجنة الوضع مختلف حيبقى في عينها أحسن واحد وهي هتبقى في عينه أحسن واحدة مش هبقى في أي حاجة هنا لها يفتكر حماته ولا يفتكر حماه وإلا هتفتكر حماها ولا هتفتكر حماتها ولا هتفتكر أي حاجة لو الاثنين دخلوا الجنة هتبقى زوجته في الجنة مرة واحدة تصل بأحد المشيخ أو بأحد العلماء يعني دعابة كده وبعدين بتقولها سيدنا الشيخ وأنا ينفع أسأل سؤال لا تفضلي يا بنت قالت له ينفع أدعي بالدعاء ده قالت لها إيه لا ينفع أقول اللهم ارزقني وزوجي الجنة ولا ترزقه الحور العين بتقوله يعني أنا ينفع أدعي بالدعوة اللهم ارزقني وارزق زوجي الجنة ولا تزوجه من الحور العين فأعلى الشيخ أو العالم يضحك يضحك فلافت نظر السائلة فبتقوله يعني يا سيدنا ما الذي أضحكك يعني أنا قلت حاجة دحك قالت لا يا بنتي أنت وانت عايزة تنكد على الدنيا وآخرا طبعا هو مش نكد هي تحبه فلا تريد وتغار عليه فمن غيرتها عليه لا تريد ولا ترغب أن يتزوج عليها في الجنة هو مش هيتزوج عليها لا لأنه فيه فرق ولو تزوج هيتزوج من الحور العين والحور العين ده حاجة تانية خالص ما قدرش أقول يتزوج عليها ما قدرش أقول كده لأن حور العين مختلفات عن نساء الدنيا وبعدين لا تقس أمور الجنة وأمور الأخرى على أمور الدنيا أبدا خلاص يا جماعة يبهينا سؤل النبي صلى الله عليه وسلم ما سؤال منطقي وعادي ما احنا بنتكلم في الحالة وبقول لك الصحابة كانوا يسألون كما نسأل يستفهمون كما نستفهم يستفسرون كما نستفسر فبتقول له أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا الرجل بيسأله قال أي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه محمد بيده إن الرجل ليفضي بالغدات الواحدة إلى مئة عذراء طبعا الرجال اللي قاعدة بتشوفنا دلوقتي قلت الله أبا يعني إيه أنا هجمع مئة واحدة الصبح الصبح بس الغداء يعمل الصبح مئة عذراء بس ما تفهمش وبعدين مرضو محدش يكتزئ كلام أرجوكم محدش يكتزئ كلام أنت كمل كمل الكلام هو لأن ربنا عارف أنك بتحبل هذا الأمر ودي غريزة عندك خلاص الأهم من ده شوف الأهم من ده أنك دماغك تروح للمتعة وللنساء وبئة عذراء وهقدر ولا مش هقدر هو أنت دخل الجنة ولا لا ده الأهم أنك تشغل نفسك أنك تدخل الجنة أنا حاوز أدخل الجنة يبقى اعمل بس ما تقولش أنا طبعا أنا هكتهد بقى علشانة أتزوج ما مش منطق يعني مش كده ونية ليست صالحة لكن أنا أولا إحنا بنتعبق لله بحب أو بخوف تعبدوا بجناحي الخوفي والرجاء خلاص طيب يبا هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل في الغداء سيفضي أي يجامع أو مع مرأة مئة مرأة مئة عذراء طيب هل هناك قوة طبعا لو إحنا في الدنيا الطبيعية استحالة حد يقدر عن كده استحالة خلاص حتى لما بيتكلمه في مسألة العلاقة والواحد يجامع زوجته كل قد إي أو كم مرة قال لك يعني طبيعي كل ثلاثة أيام أربعة أيام اللي قياسا على إنه لو أنت متزوج أربعة فهتروح لدي ليلة وحتلف في الليلة حتلف في الأيام يبقى أنت هتروح عنده كل واحدة كل أربعة أيام يعني أنت هذا الطول متوسط كده في الأسبوع مرتين ثلاثة طب واحد يقدر يعمل كل يوم خلاص يبقى على الأقل على الأقل يعني لو أنت حد يعني هتعمل تجامع زوجتك كل يوم طب أنت واحد ده هيعمل الصبح بس مئة مرة هذا في في الجنة طب أين القوة لا الوضع مختلف اسمع سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسدد أحمد يقول إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مئة رجل ما هو ما ينفعش واحد بس لازم يقوميه ببعض إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع وخلي بالك خلي بالك هو ما جاب لكش الجماع في الأول هو لا أكل وشرب وشهوة وإيه وجماع فقال رجل من اليهود فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة يعني أكل وشرب محتاج إيه يقضي حاجته هيروح فيه فقال له رسول الله حاجة أحدهم القضايا الحاجة أو النتاج الأكلب أو الشرب والكلام ده حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر خلاص يبقى هيجامع مئة امرأة ويستمتع بمئة القوة التي يعطى قوة مئة رجل ولذلك في حديث أخر سيد النبي بيقول لك يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله أوى يطيق ذلك قال يعطى قوة مئة حديث التنمية ممكن بعد الرجال اللي بيشوفنا يقول لك أباد حلقة جامدة جدا وحلقة حلوة جدا يا أحلى أحلى كلام بيقوله الدكتور أحمد لا من الحاجات دي برضو يعني مش اللي هو أنت بقى كل حاجة نساء ومتعة وجمع وعلاقة واستمتع يعني لا الأمور مش كده اللي يشغلك أنك تغش الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة مش عشان تتجوز أو تتجامع مئة خاضر عشان تتمتع عشان تبعد عن النار عشان تشوف ربنا عشان تشوف سيدنا النبي عشان تمشي مع الصحابة عشان تتنعم بنعيمي أهل الجنة عشان تسمع القرآن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ده هو ده